يقول الله تعالى في سورة غافر فالحكم لله العلي الكبير تحدثنا فيما سبق عن اسم الله العلي وفي هذه الحلقة نركز على اسم آخر من أسماء الله الحسنى وهو الكبير بداية من أين عرفنا بأن الكبير من أسماء الله الحسنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فهذا الاسم هو من أسماء الله الحسنى وكما تفضلت السؤال دائما بعد ما نقول إنه اسم من أسماء الله الحسنى كأننا نطالب بالدليل على ذلك مصادر وهذا طبعا مقام خضير لابد فيه من الاستدلال أولا وسانيا من أن تكون الأدلة نصا طبعا لأننا في هذه الحالة نحن نتحدث عن اسم كبير لكبير طبعا طبعا فلابد من الاستشهاد بإما بالقرآن الكريم وإما بالسنة النبوية الصحيحة الثابتة وإما بإجماع المسلمين فهذه المصادر أكدت أن الكبير من أسماء الله الحسنى؟ ورد بصيرة الكبير كما قلنا الكبير المتعال وورد بصيرة المتكبر وسنقت على ذكر المتكبر بعتباره من أسماء الله الحسنى في حلقة مقبلة إن شاء الله بالتفصيل نعم هذا يعني عشان كده إحنا متضرين نذكر الكبير كاسم من أسماء الله الحسنى وأيضا المتكبر كاسم من أسماء الله الحسنى وبداية يعني وورد في الحديث عندنا حديث أبو هريرة سرده على نسق معين وده يمكن تقريبا يعني جمهور العلماء يعني يحتج به للأحصى فيه أسماء الله الحسنى يقبل حديثنا حديث أبو هريرة معروف وعدد فيه الأسماء من 1 إلى 99 يقبل القرآن الكريم وبعدين السنى حديث أبو هريرة رضي الله عنه ثم بعد ذلك إجماع المسلمين هذا ولذلك تجد في كل اسم من أسماء الله الحسنى إحنا مطالبين بأن إحنا نظهر الاحتجاج أو الأدلة من المصادر السلسل كلمة كبيرة يا مولانا هي على صيغة فعيل وهي من صيغة المبالغة المعروفة ما الذي تعنيه من ناحية اللغوية؟ صيغة فعيل دي تجي بمعنى اسم الفاعل وأحيانا باسم المفعول يعني أحيانا هو اللي يفعل الفاعل وده هو اللي فعل الفاعل وحنجيب الأمثلة وحنتضح وأحيانا فعيل دي تقول لا ده هو اللي وقع عليه الفاعل يعني تكون أحيانا بمعنى فاعل أحيانا بمعنى مفعول خذ مثلا عندك صيغة كريم كريم ده على وزن فعيل طب معناها إيه؟ هل معناها هو اللي يفعل أصلاك؟ ما تقدرش تقول هي هو كارم ما وردتش فلكن تؤولها هل هو بمعنى الذي فعل الكرم؟ فتك بمعنى صيغة فعل ولا كريم ولا اللي أكرم اللي أكرم طبعا واضح أن كريم بمعنى الذي فعل هو الذي أكرم هو الذي أكرم بالضبط فحن فعيل بمعنى فاعل أحصل إنه واضحة واضحة جدا يعني كريم بمعنى الذي أكرم طبعا أنت تيجي باسم المفعول خذ عندك قتيل مثلا آه باسم الفاعل وأحياناً تجي باسم المفعول من هذا المنطلق نقول أنه هو اسم الكريم هنا لا يمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول يعني هو اللي بيكرموه طبعاً مستحيل إنما هو بمعنى الذي يكرم غيره هو كريم ويكرم غيره هذا هو المقصود من هذا المهم طيب مولانا ما الذي تعنيه كلمة كبير من الناحية اللغوية؟ نعم دائماً الذين يقرؤون أو يبحثون في موضوع أسماء الله الحسن هذا موضوع كبير وبحور يعني فكل العلماء يبدأون وخاصة العلماء يعني لهم يعني مشهورون في هذا العلم يبدأون بمعناه اللغوي ليه؟ لأن لو لا اللغة لما فهمنا القرآن كلمة في الاشتقاق اللغوي كذا 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 ثم يقول لك المختار من هذه المعاني اللغوية والذي يمكن أن يطلق على الذات العالية فدائماً يجيبوا الأصل في الاشتقاق اللغوي يعني المصدر المصدر وعادة ما يكون لأن هذه اللغة لغة واسعة لا تجد اسم يعني ندرة شديدة جداً تجد اسم له معنى واحد إنما الاسم تجد له أكثر من ده برضو من جمال اللغة طبعاً وثراء اللغة من ثراءها أو من وسع اللغة اللغة واسعة عشان كذا نزل بها القرآن استوعبت الكلام المحبي من الله سبحانه وتعالى فهي لغة مقدسة ولكن ولكن للأسف الشديد يعني ضيعها لا أقول أهلها ولكن هذا الجيل الجديد الذي نعيش فيه فعلاً من أسباب الضعف عنده ومن أسباب الهزال الشديد في فكره في ثقافته هو موقفه من لغته